النقطة اللي بعد كده دي نقطة مهمة قوي هل الحضانة بتبلغنا بتطور الطفل ولا لأ؟ تطوره في كل النواحي النفسية والاجتماعية والتعليمية وهكذا ايه النقطة اللي بعد كده؟ هل الحضانة بتساعد الطفل ده على دخول مدرسة؟ يعني بتساعده على دخول المدرسة ولا لأ؟ هل الحضانة فيها إسعافات طبية؟ يعني في إسعافات طبية في المكان ولا لأ؟ اليوم بيمشي إزاي في الحضانة؟ دي نقطة مهمة جدا لإيه بقى؟ في نموذج مثلا يعني أنا شخصيا شفت حضانة يعني في مكان ما الحضانة عبارة عن كده إنه هو من أول ما بتفتح وتستقبل يعني الأطفال غنوا رأس طول اليوم يعني هم بيخلوا العيال كده صغارين أطفال صغارين يعودوا يغنوا ويرقصوا طول اليوم يعني طول الفتر فده على فكرة مش صح يعني مش قصدي إن الحضانة تبقى حاجة يعني كئيبة ولا حاجة خالص الغنى والرأس واللعب وكل حاجة دي حاجة حلوة قوي إنما ما يبقاش طول الوقت الطفل بيقضي الوقت كده لأن فيه أطفال كلها مش هقول لكم فيه أطفال فيه أطفال بتحتاج للهدوء فترات ففيه فترات بيقى فيها هدوء فيه فترات بيقى فيها لعب فيه فترات بنبقى فيه لو فيه مكان خارجي بنبقى خارج المكان فيه شمس وبتاع فيه أوقات لازم ندخل جوه فيه أوقات المدرسة بتاع الحضانة بتعلمهم حاجة ما يبقاش كل النمو يعني الحضانة كلها بدون مبالغة هو غناء ورقص طول اليوم يعني زي دي جي كده شغال طول اليوم تمام طيب إيه النقطة اللي بعد كده اللي مهمة برضو سمعة المكان يعني سمعة الحضانة وأقول لكم سمعتها من حاجة غريبة شوي هل طاقم العمل اللي فيها يعني الاسطاف اللي فيها موجودين من زمان ولا كل شوية يتغيروا ما وده بيبقى مؤشر الاستقرار ده والناس بتبقى قعدة وحسن المكان ده بتاعها وبيدوا للمكان ده من روحهم كده وبيبقوا حارسين عليه وبالتالي حارسين على اللي بيجوا فيه من الأطفال ولا كل كم أسبوع ولا كم شهر تبص له ناس تقمي يجي وتقمي يتغير وهكذا دي نقطة مهمة لازم تعملوا عنها تحري وتسألوا النقطة اللي بعد كده هل المكان ده له ترخيص حضانة؟ ما هو الحضانة لها ترخيص طيب النقطة اللي بعد كده هل فيه متابعة بخصوص غياب الطفل يعني مثلا انتو بتودوا الطفل حضانة الطفل مراحش بيتصلوا بيكوا ويسألوكوا مراحش ليه ودي نقطة مهمة جدا يا ترى كسل يا ترى انتم مسافرين يا ترى لقدر الله الطفل عيان ولو عيان عنده ايه دي نقطة مهمة جدا هل فيه صرامة وضوابط في قلية استلام الطفل من الحضانة؟ هقولكوا يعني ايه يعني استلام الطفل من الحضانة للأسف المشاكل الاجتماعية بقت كتيرة جدا ما بين يعني كتير من الأزواج يعني فبقى فيه مشاكل واللي هي المشاكل على الأطفال واللي بقى الأم هي اللي معها الأطفال في حالات الانفصال يعني تمام؟ فممكن تلاقي فيه مشاكل في الرؤية وحاجات بقى اللي انتم اكيد بتتبعوها في وسائل الإعلام وحتى في الأعمال الدرامية وما إلى ذلك طيب الحضانة دي لو حد راح يعني مثلا انتم الأول بيبقى لازم بيتسئل مين الشخص اللي بيستلم الطفل؟ مين الشخص والشخص البديل؟ عارفين زي مثلا إيه رقم التليفون طب في حالة عدم الوصول نتصل بمين تاني؟ خلاص؟ هل فيه التزام بالحكاة دي؟ ولا مثلا تقدروا فيه مشكلة بين الأم والأب والأب ده عايز يروح ياخد الطفل من وراء الأم؟ الحاجات دي كلها بقى هل الحضانة هتسلمه ولا لأ؟ دي نقطة مهمة قوي خلاص؟ طيب إيه هي وسائل الاتصال بالمكان؟ إيه موقف الحضانة من الاحتفالات الخاصة؟ هقول لكوا زي إيه؟ يعني فجأة كاد بص تلاقي حاجة زي الهالوين مثلا طب أنا بشكل شخصي إحنا إعلقتنا بالهالوين ده يعني ده مناسبة يعني ملاش إعلقة بينا وتلاقي الأطفال بقى مطلوب منهم زي للهالوين والحاجات الرعب وعيد الرعب وبتاع حاجات زي كده يعني حتى البهجة مش موجودة في حكاية الرعب دي مثلا يعني أنا مش ضد ده بس قصدي إيه موقفهم الحكاية دي يعني بيحتفلوا بأني أعياد يعني يعني بالمناسبات والأعياد الوطنية ولا الإقليمية ولا العالمية ولا الأمريكية ولا إيه بالزبط دي نقطة مهمة جدا هل الحضانة دي بتساعد يعني إيه بطريقة مساعدة الأطفال في استخدام التواليت مثلا بيساعدهم إزاي مين اللي بيدخل معاهم مين بيقولهم إيه وهكذا هل فيه نظام مرأبة في الحضانة دي بالكاميرات مثلا في المكان يعني المكان مغطى كده بكاميرات طب هل فيه إمكانية لربط نظام الكاميرات ده مع أولياء الأمور في منازلهم أو أماكن عملهم دي نقطة مهمة جدا وهل هم بيسمحوا بالحكاية دي هل اللي بيشتغلوا في نظافة المكان الحمامات مثلا أو أماكن اللعب أو تغيير الحفاظات ليهم علاقة بمهمات أخرى في المكان زي المطبخ مثلا أو كده طبعا مع احترامي الكامل لكل الناس اللي بتشتغل بس تضارب الاختصاصات ده ما بيبقاش صح في كتير من الأحوال هل لكل طفل سرير منفصل في أوقات النوم ما هو الأطفال بتبقى بتحب تنام في الحضانة طب بيناموا كل واحد على سرير ولا سرير كبيرة طب بلاه هل كل فيه مفروشات خاصة بكل طفل يعني كل طفل له غطى وله بخدة والكلام ده كله طب إيه هي سياسة المكان تجاه الأطفال المرضى في حال مثلا إحضار الأم للطفل وهو مريض ما وفيه أمهات كده يعني الحقيقة يقولك أنا مش عارف أخو ده أجازة مش شغل وبنها عيان أو بنتها عيان تروح موديهم الحضان هل فيه سرامة هنا لو لا ما ينفعش نستقبل الطفل في اليوم ده طالما مريض يعني هل هم بيلحظوا أصلا أن فيه الطفل ده عليه علامات مرض أو أنه هو لقدر الله حرارته عالية أو ما إلى ذلك أو ممكن يعدي الأطفال البقيين هل المكان فيه مقدار كافي من التدفئة والإضاءة والتهوية هل فيه وسائد امتصاص للصدمات وسائد مش وسائل اللي هي بتبقى موجودة عشان لما الأطفال هي بتجري ولا حاجة ما يتخبطوش في حاجة عند الألعاب تحديدا هل فيه مخارج للطوارئ هل فيه تواجز أو قطبان عند الشبابيك هل فيه أغطية أمان عند فيه شك كهرباء هل فيه مصدات للأبواب هل الأدوية والمواد الخطر بعيدة عن الأطفال مواد التنظيف والحاجات دي طيب بعد التحق الطفل ده بالحضانة هل فيه تغير حصل في سلوك الطفل تغير للأحسن أو للأوحش أو الطفل ده بقى منطوي مثلا هل بقى عند الطفل ده صداقات من جوة الحضانة هل فيه اجتماعات دورية مع أولياء الأمور هل مسموح للأهل بالاشتراك في تقييم المكان هل فيه مرونة من الإدارة في التعامل مع الأطفال القلقين من الابتعاد عن الأم والأب فيما يعرف بالتراب الانفصال يعني فيه أطفال لما بيروحوا الحضانة تلهم يعياتوا ويزعلوا قوي وبتاعدوا لديهم حاجة اسمها التراب الانفصال فهل الحضانة فيها مرونة أنه ممكن تسمح مثلا للأم أنها تبقى مع الطفل بعض الوقت أو أنه تشوفه أو تدخله في فترة من الفترات أو تطلع لازم التعامل معهم كده هل الحضانة دي بتقبل الأطفال من ذوي الهمم ولا لا دي نقطة مهمة قوي لأن قبول الحضانة للأطفال من ذوي الهمم دي نقطة مهمة جدا على فكرة للتنين للأطفال من ذوي الهمم وللأطفال العاديين أو الأسوياء تمام دي نقطة مهمة جدا وبتأثر مسافات كتيرة جدا فيما بعد لما نوصل لمرحلة المدارس خلاص إحنا كده أنا كده خلصت ضميري خلصنا كده قائمة الأسئلة الخاصة بالحضانة خدوا منها اللي انتوا عايزينه خدوها كلها خدوا نصها خدوا ربعها بتاخدوا أشه قالص برحتك important أنا قلت الي الي مليه عايا ضميري دي القائمة بتاعت المواصفات المفروض الخاصة بالحضانة والمفروض انه تらهوا أسئلة على الأجوبة سوريا هتلاهو أجوبة على الأسئلة اللي أنا سألتها دي كلها وتدوا كل نقطة تقييم وفي الآخر تقرروا إيه هي الحضانة اللي هتروحوها